الفساد يوقف التنمية ومكافحته خليجيا مستمر الكلمة واضحة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فالاجتماع الذي تترأسه سلطنة عمان أشارا إلى النزاهة ومكافحة الفساد كداعم رئيس ومرتكز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جسور الثقة بين الدولة والمؤسسات منذ إنشاء اللجنة والأنشطة المشترك التي تم تنفيذها على مدى الأعوام المنصرمة والمتمثلة في الاجتماعات على مستوى اللجنة الوزارية ولجنة الوكلاء ولجنة الخبراء بالإضافة إلى الفعالية السنوية التي انطلقت من مدينة مسقط بسلطنة عمان في العام 2014 ومات لها من ندوات تم تنفيذها في الدول الأعضاء وكان آخرها ندوة الشراكة المؤسسية والمجتمعية ودورها في حماية المال العام الأدلة المشتركة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد وهي دليل الكشف عن الذمة المالية من أبرز ما استعرضه الاجتماع الذي ناقش دليل الإفصاح وإتاحة المحتوى الإعلامي للهيئات والإجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ناقش هذا الاجتماع على عديد من الموضوعات الهمة منها دراسة انضمام مجلس التعاون دول الخليجي العربية بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم التحدة لمكافحة الفساد كذلك تم مناقشة اعتماد خطط العمل لتفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية للإجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد هذا الاجتماع إن شاء الله يثمر عن جهود قام بها لجنة الخبراء ولجنة الوكلاء والآن هذا الختام المسك لهذه الاجتماعات السابقة وهذه الموضوعات القيمة التي نتمنى لها النجاح وإثراء الأجهزة والجهات النزاهة في جهو المجلس التعاون الفساد من الجرائم العابر للحدود ولا يمكن مكافحة الفساد دون وجود تعاون دولي وثيق طبعا التعاون الدولي على مسارين مسار الأول موضوع تبادل الخبرات والتجارب والممارسات المثلة في موضوع مكافحة الفساد وهذا حقيقة كان تركيز الرئاسة الحالية لسلطانة عمان الشفافية والنزاهة ومبادئ العدل وسيادة القانون في المؤسسات الخليجية توجيه رسم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لن تتوقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن مكافحة الفساد لضمان النمو الاجتماعي والاقتصادي وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الشعوب الخليجية فارس بن جمع الوهابي بسقط